ومعنا من القاهرة عضو مجلس الشورى دكتور سعد البازعي دكتور سعد أهلا بك أريد تعليقكم على هذه الزيارة وكيف تنعكس على أبعاد العلاقة ومشتقبل البلدين والمنطقة بسم الله الرحمن الرحيم يسرني أولا أن نكون هنا ونتحدث عن هذه الزيارة التاريخية حقيقة أنها تاريخية بكل المعاني شهدنا هنا كوفد مرافق لزيارة خادم الحرمين يعني تطورات هذه الزيارة وما رفقها من أحداث مميزة كانت في البداية توقيع الاتفاقيات بين المملكة ومصر ثم وضح حجر الأساس اليوم لمشروع ترميم المسجد الأزهر الشريف هذا كله الحقيقة يصب في إطار العلاقة الاستثنائية التي تربط المملكة بمصر على كافة المستويات مجلس الأعمال كما ذكرت قبل قليل يمارس نشاطه ونحن هنا أيضا استطعنا وتمكننا من زيارة عدد من المؤسسات الثقافية والفكرية في مصر والتقينا بالإعلاميين في نقابة الصحفيين المصريين الزيارة متعددة الوجوه كثيرة الوجوه الأهمية وغنية دون شك بالدلالات الأخوة المصريين أشادوا بها وتحدثوا عن أهميتها ونحن أيضا نشعر بذلك ونعتقد جميعا أن ما حققته وما ستحققه مستقبلا سيكون له أثر بعيد على تطور العلاقات بين دولتين شقيقتين هما مصر والمملكة العربية السعودية نعم دكتور سعد يعني إن أدنت لي بالسؤال دكتور سعد صعب كما ذكر بعض الأخوة الذين تحدثوا نعم نعم دكتور أقول سؤالي المملكة ومصر هما جناحة جناحة الأمة العربية والإسلامية أهمية هذه العلاقة دكتور سعد هل تسمعني؟ دكتور سؤالي من جديد دكتور إذا أدنت لي أقول أقول المملكة العربية السعودية ومصر هما جناحة الأممتين العربية والإسلامية يقع على تقمال كثير من الملفات الشائكة وثقة المسؤولية في هذه المنطقة كيف ترى هذا التكامل وثقة المسؤولية؟ الحقيقة أنه تكامل ليس جديدا أولا يعني هو تاريخيا ابتدأ منذ عهد الملك عبد العزيز عندما قام جلالته رحمه الله بزيارته التاريخية التي أكدت أن مصر هي عمق الأمة العربية وأن المملكة هي العمق الآخر للأمة العربية والإسلامية فهذا من التحصيل حاصل أن البلدين يمثلان جناحي الأمة العربية الإسلامية وتكاملهما هو مما يعزز مكانة الأمة بشكل عام وليس الدولتين فقط يعني أنا أعتقد أن الأمة العربية ككل تنظر إلى المملكة ومصر بوصفهما قائدتي مسيرة العمل السياسي والعمل الاقتصادي والفكري والثقافي والحضاري بشكل عام ولذلك الزيارة إنما تؤكد عمق هذه الأهمية وأيضا تزيدها عمقا يعني بمعنى أننا ندرك أهمية العلاقة لكن أن يترجم هذا العمق إلى مشاريع إلى استثمار إلى جسر يربط آسيا بإفريقيا إلى اهتمام من الجانب المملكة بمصر على كافة المستويات وأيضا يعني حضور الأخوة المصريين في المملكة كعاملين وكمستثمرين هذا كله إنما يؤكد أننا لا نتحدث عن بلدين عاديين أو بلدين غريبين على بعضهم البعض وإنما نتحدث عن بلدين يشكلان مستقبل الأمة العربية الإسلامية وأملها في الصعود إلى أعلى مراتب التحضر في القريب العاجل بإذن الله نعم دكتور سعد يعني أيضا شؤالي للأخير وبإجازة يعني أنت ذكرت في ثناء حديثك عن لقاءكم بالإعلامي المصريين كيف وجدتم هذا اللقاء يعني ماذا تبادلتم من محاور حديث يعني ماذا كان مردود هذه الزيارة بين الإعلامي المصريين كان لقاء أيضا بين أخوة وتم فيه تبادل الرأي حول جملة من المسائل التي تتمثل علاقات الإعلامية ذكر بعض الأخوة الحاضرون أن من المهم أن يمارس الإعلام سواء في المملكة أو في مصر دوره في مواكبة هذه الزيارة أولا كحدث تاريخي ومن ناحية أخرى أن يسهم الإعلام في نقل الواقع الذي نشهده الآن وأن يكون عاملا فاعلا في تطور العلاقة بين المملكة ومصر بعيدا عن أي سوء فهم أو أي مشاحنات يعني بمعنى أن يكون الإعلام بمستوى المسؤولية الملقاة عليه نعم وهو لا شك يلعب دور رحيوي يعني كما نعلم في جميع أنحاء العالم بالإعلام اليوم له دور خطير في تطور العلاقات بين الدول وفي تفعيل أوجه التعاون بين الدول وفي تقريب الشعوب بعضها إلى بعض نعم من القاهرة عضو مجلس الشورى دكتور سعد البازعي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر